موسيقى نعمل طبعا حالها ثلاث أمور أساسية وهي المكوّلات دي الأي انتخابات أولا الجانب القانوني فكتعرفوا بأنه بالنسبة لأي انتخابات فهي تقوم على ترسانة قانونية مدونة انتخابات مواتي قوانين تقطيع إلى غير ذلك وهذه الأمور تتابع للجنة مركزية الانتخابات طبعا حتى تحسى إشراف الأخ الأمين العام وهنا ننسق الجهود مع مختلف الفاعلين مثلا فيما يخص الجانب القانوني نستقل جهود خاصة مع الفريق النيابي المكوّل الثاني اللي كان خدمه عليه هو الجانب ديال التواصل التواصل الخطب الانتخابي إلى غير ذلك فهذا الجانب طبعا حالك نطوره وهذا دائما يتم بتنسيق أيضا مع قسم الإعلام والتواصل في أي محطة انتخابية أو حتى فيما يخص الخطاب السياسي بشكل عام طبعا الحال المكوّل الثالث هو الناخب فلابد الناخبين نحن نحاولوا ما أمكان أن نتبعوا الحركة ذي الناخبين نعمل في اللجنة الانتخابية على مستويين أولا هناك مستوى تنظيمي نحاول أن نجعل من موضوع الانتخابات نقطة دائمة ومهمة مستمرة داخل أجهزة الحزب المسألة الثانية التي نناقشها بطبع حالة مستوى الداخلي إلى جانب هذه هي مضمون مضمون الذي سيعمل بهؤلاء المكلفون فنحاول أن نصدر توجهات ثم وثائق نمد بها هؤلاء المكلفين لكي تظل المتابعة مستمرة والجانب الآخر وهو جانب طبعا الحال يأتي بمناسبة كل استحقاق انتخابي هو الجانب اللوجستيكي فاللجنة مركزية انتخابات عوض تشتيت الجهود على المستوى الوطني نحاول أن نجمع هذه الجهود في إطار عروض وطنية دي مارشي كادر فإذن الآن نحن نطلقنا في اللجنة المركزية انتخابات طلقنا الموسم الجديد نحاول أن نعطي دفع جديدة للإخوان للمستوى الحزب حتى تصبح بالفعل هذه مهمة قارة ودائمة اشتركوا في القناة